رحب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالوفد الفيتنامي رفيع المستوى الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا مشيدا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأكد رئيس مجلس الشيوخ على أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات برلمانيا وتجاريا واقتصاديا خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى قيادة السياسية في البلدين ومن جانبي أكد نائب رئيس الوزراء الفيتنامي رئيس الوفد أن زيارته لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات بين الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات لفتا إلى أهمية تبادل الزيارات والوفود الشعبية والتنفيذية لتحقيق ذلك